إذن باحتباراً الحقول أصبحت واضحة أنه كما هي متواجدة عندك في جيو آي فمثل ما ذكرنا أنه إحنا العميل رح نأخذك value وما ندخل أي علاقة ما بين المشاريع والعملاء أوكي فعلى هذا الأساس أنه يوخذ هو بشكل مباشر من الكمبو بوكس يعني ويوخذ من العملاء يوخذ بنظر الاحتبار فخلينا نبدي بإضافة الجدول الخاص في الـ project سأذهب هنا على core وأقوم بإضافة class جديدة أقلها the new item class وهذا الجدول الخاص في الـ project المشاريع فنقل هنا projects تمام خلينا نشوف إيش هي الحقول اللي رح نبدي نضيفها مثل ما هي موجودة عندنا في الـ UI فنقل هنا prob أول حقل رح يكون عندك integer طبعاً أكيد للـ id تمام الحقل الثاني مثل ما ذكرناه هو string بالنسبة إلى الـ name اللي هو اسم المشروع طبعاً جيد الحقل الثالث رح يكون عندك string value تمام بالنسبة لها إيش بالنسبة للـ customer أوكي يوخذ كstring value ما في أي علاقة تربط عدنا prob أخرى string value اللي هو الـ address أوكي أيضاً عندنا string value خاصة في الـ company company الشركة المنفذة طبعاً وعندنا prob أخرى خاصة في data on time اللي هي رح تكون عندك الـ start project start رح نقل هنا start date تمام start date أيضاً عندك prob أخرى رح تكون عندك date on time ولكن رح تكون عندك finish date أوكي prob أخرى رح تكون عندك details string value details أوكي and لا نوصلنا إلى القيم اللي هي رح تأخذ كحسابات رقمية then prob double value أوكي double رح يكون عندنا أول شيء اللي هو الـ income يب يمكن أول أول شيء رح يكون عندنا الـ income وبعدها رح يكون عندنا الـ outcome وبعدها رح يكون عندك الـ revenue اللي هو الأرباح فهذا رح يكون عندك outcome أوكي وحنا رح يكون عندك الـ revenue أوكي ثم على ذلك عدنا طابع زمني رح يكون عندك date on time اللي هو added date إذن هذه الحقول الرئيسية اللي رح نبدي نحتاجها خلال هذه العملية طبعا أوكي الآن أقوم بإنشاء الـ entity الخاصة في العمليات إضافة حذف تعديل ومعلى ذلك أخذ مثل subliers باعتبار خذنا subliers أخذ subliers أضع ctrl v وأقوم باستبداله بما يساوي إذن أقوم بتغيير الـ name الخاص في هذا الـ class الـ الى projects entity projects entity وبعد ذلك أقوم بتغيير اسم الـ class ومشهيد الفئة وأقوم بالبحث عن suppliers وأقوم باستبدالها في projects وأقلها replace all جيد وطبعا ما أنسانا أقوم بإضافة إلى الـ database فأدخل هنا على db context وأقوم بإضافة الجدول الخاص في الـ projects هذا طبعا هو الجدول الخاص في الـ projects وما أنسى أنه أبشر في عملية حقنا فأذهب هنا على الـ code وأذهب هنا على الـ dependency injection وأقوم بعملية حقنا الـ projects is new from projects أوكي entity تمام لا يكون شيء يعدى تمام الآن نرجع على الـ add project وأقوم بإسناد الـ value وما يساويها طبعا وعملية load أيضا فخلينا نرجع هنا على الـ add form أوكي طبعا هذه رح تكون عندك إيش رح تكون عندك الـ project user control رح تكون عندك project user control ونفسيتها رح تكون عندك هنا أوكي طيب مثل ما ذكرنا كل ما عليك أنه تحتاج أنه تقوم بعملية الاستبدال subliers في project replace all تمام وإذا كان عندك small رح يبدأ يستبدله أيضا في الـ small نقل هنا s عفوا هنا projects وقل هنا replace all أيضا رح يبدأ يستبدلك بما يساويها بطبيعة الحال أوكي طيب نبتدي مع عملية الإضافة عملية الإضافة نفس الكلام بالضابط هنا عندك في الوظائف رح تكون عندك في عملية الإضافة هنا لاختلافات طبعا الـ address رح ياخذ txt address الفون number ما في عندنا فون number أوكي الإيميل ما في عندنا إيميل طبعا أوكي ف إيش هي الحقولة اللي ما بعد الـ name ما بعد الـ name تعدك الـ customer الـ customer رح ياخذ عندك الكمبو بوكس customer do select or do text يعني في الأساس حتى رح تيبدي تاخد text أنا حتى رح أتيحل المستخدم إنه هو يكتب الـ customers أوكي إذا ما كان موجود يمكن يكتب ما في عندنا مشكلة الـ company رح يكون عندك text text box company الشركة dot text أوكي أوكي وبالنسبة للتفاصيل الأخرى اللي هي start date start date رح يكون عندك date on time بكر start date dot value أوكي وأيضا نفس الكلام رح يكون عندك اللي هو finish date رح يكون عندك finish هنا أوكي هنا date on time finish dot value ثم بعد ذلك عندك القيم اللي هي income والoutcome والrevenue أوكي income والoutcome فخليها تكون عندك ما بعض details حسب الترتيب تمام فالincome نعمل له convert dot to double F1 وفي الأساس ما رح يوخذ بنظر الاحتبار خلال هذه العملية لأن بطبيعة الحال هو غير قابل للتعديل ولكن ما فيه مشكلة يعني مستقبل إذا كنت أخذها بنظر الاحتبار كمدخلات أولية كtextbox اللي هو الخاص في income dot text وأيضا نفس الكلام يتكرر عندك مع outcome رح يكون عندك textbox الخاص في outcome و textbox الخاص في revenue هنا رح تكون عندك في revenue أوك تمام هذه الحقول طبعا هي نفسها تتكرر هنا عندك إضافة مشروع مشروع تتكرر عندك مع عملية التعديل تمام نفسها وهنا عندك إضافة مشروع أيضا هنا عندك إضافة مشروع أدنا set fields اللي هو set على fields set على fields أيضا نفس الكلام تماما يعني أنت هذه الحقول اللي أنت هذه هي نفسها تماما مفروض أنه تعمل عليها set بشكل كامل تمام هذه الحقول كلها تبدي أنه أنت تعمل عليها set حتى نبدأ نتذكرها بشكل صحيح يمكن أنه تضحك كلها بهذه الصورة تماما أوكي وتقوم بقلب العملية يعني هذا إيش إيش رح يكون عندك رح يبدي يساوي لي هذا بهذه الصيغة تماما أوكي طبعا نسبة إلى إيش نسبة إلى الـ يعني رح يكون عندك project.name أوكي project.name وهكذا فا أوكي يمكن أنه نستبدلها تكون عندنا أوكي أترالكس وهذا عندنا project ونكرر العملية كلها عليهم يعني بنفس الطريقة السابقة إذن مثل ما شفيت فقط قمت بإرجاع العملية عملية عكسية تماما قمت بإرجاعها بشكل مباشر ولكن مثل ما تعرف أنه إحنا بالنسبة للـ revenue يعني يأخذ في عملية الـ set هو يأخذ بشكل مباشر يعني ما في عندنا أي مشكلة يعني هو يحسب أنت ما إليك هنا أي علاقة في عملية إدخاله هو يحسب كتحصيل حاصل ويعرض يعني هنا فقط عملية عرض وفقط عملية view بالنسبة إلى المستخدم أوكي تمام هذه بالنسبة إلى المدخلات تبقى عندنا فقط فقرة واحدة هي متعلقة في في الـ customers يعني أزينه أنه الـ customers الآن يعني المفروض تأخذ من إيش؟ تأخذ من العملة أوكي؟ تأخذ من العملة فذهب هنا على القسم الخاص في العملة وأقوم بأخذ هذا الـ data و أقوم بتعريف جديد يعني أعدي قم بتعريف جديد ولكن هذا رح يكون فور customer أوكي data helper customers يعني بنسبة إلى الـ customers هذا رح يكون عندك خاص في الـ customers بطبيعة الحال أوكي؟ وبعد ذلك أقوم بحقنا بما يساوي طبعا أقوم بحقنا بما يساوي الحق المالته هو هذا ولكن فقط أقوم باستخدام هذا المتغير تمام؟ طيب إحنا طبعا أثناء عملية اللود على الفورم أثناء عملية اللود على الفورم أوكي أثناء عملية اللود على الفورم اللود فورم المفروض لما تعمل set بالنسبة للـ field data أوكي set بالنسبة للـ field data فمعنى ذلك أنه أنت تقوم بتجهيز أو تعمل get set على customer's value وتعمل set عليها بشكل مباشر بالطبيعة الحال أوكي فعلى هذا الأساس يمكن أنه أنا خلال هذه العملية يعني هنا بشكل مباشر إيش أبدأ أقول له؟ قل له أنه أنا عندي customer or list customer أوكي listة من customer هي إيش راح تبدأ تساوي لي؟ راح تساوي لي أيضا انتظار معين data helper for customers dot gets all data asynchronous طبعا الآن إذا جلبنا كل data asynchronous راح يجلب لك كل الـ data وما تقدر أنه أنت تعمل select على item معين أوكي؟ ما تقدر أنه أنت تتعمل select على إيش؟ على item معين فتحتاج أنه أنت تعمل يعني تعمل عليها سدثة وعذلك تعمل select على الجزء اللي هو راح يكون منعدها أوكي؟ فعلى هذا الأساس أنا راح أبدأ أجلبها بشكل كامل ما في عندي أي مشكلة يعني هذي راح تكون عندك لستة من الـ customers ما في عندي أي مشكلة لكن بعد ذلك راح أبدأ أقل لي أنه أنا عندي combo box customers dot data source إيش راح تبدي تساوي لك؟ راح أساوي لك لستة من الـ customers okay dot select okay I think يعني يمكن أنه إحنا نعمل select عليها أو نحولها إلى listة ونعمل عليها select okay يعني هي في الأساس الآن هي listة من الـ customers select select كان من المفروض أنه نقدر نعمل عليها select خلينا نشوف يمكن نستخدم يعني يمكن نستخدم الـ link ونعمل عليها select فالآن راح نقل لي select x بحيث x dot name يعني أعمل لي select على name ورجع ليها على listة لأن الـ combo box لما تعطيك combo box ك data source فهو يريد من عندك listة فالآن راح يبدأ أخذها بشكل مباشر على شكل listة هنا راح يبدأ أخذها عندك على شكل listة okay وبالتالي فأنت عملت عليها sets لـ customers تمام طبعا بعد تمام هذه العملية فأنت يمكن أن تقول له أنه list of customers أعملي عليها clear تمام يعني بعد ما تحتاجها فخلاص أعملي عليها clear بالنسبة لهذه العملية يمكن بنفس الوقت أنه نقوم بتفعيل ما يعرف عندنا في auto suggestion يعني الإقتراح التلقائي والإكمال التلقائي أنا أشوف عندك في auto complete custom source هذا أوكي يمكن أن نقوم بتفعيله بمعنى للمود راح يكون suggested و append بنفس الوقت والـ auto complete auto complete source راح يكون عندك عبارة عن custom custom source or listة من الـ item ما في عندنا أي مشكلة طبعا أوكي custom source فيمكن أن نقوم بتعريف auto complete custom source و نقوم بإسناده إلى أيضا بشكل مباشر حتى يسهل على المستخدم عملية الاختيار فيما ذا كان عندنا عملاء جدا كبيرين بمعنى يمكن أن نقوم بتعريف auto complete string collection أوكي راح يكون عندك new from auto complete string collection تمام هذه الـ auto complete string collection إذا أقل ضيف ليها ك range لكن ضيف لي الـ last من الـ customers اللي موجودة بعد ما تحول ليها إلى الـ rate لأننا يريد من عندنا array I think يعني يعني هنا يستقبل من عندنا string value أوكي string value باعتباره أنه استقبل من عندنا string value يعني فإنت يمكن أن نتمرر لنفس هذه العملية نفس هذه العملية بالضبط أوكي نفس هذه العملية بالضبط ولكن هنا التحويل راح يكون عندك على شكل array تمام لأنه يستقبل array ما يستقبل بخلال هذه العملية طبعا أوكي جيد الآن بعد ما حولنا auto complete string ومليناها فنقدر نقلل أنه combo box dot 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 auto complete يمكن نعطي auto complete custom source إيش راح يساوي لك راح يساوي لك auto complete string auto complete string أوكي أوكي فخليني نبدي هنا أنه إحنا في عملية ال-set بالنسبة لل-fields أول شيء هذه ال-set بالنسبة لل-fields أوكي أوكي هذه واضحة هذه ما له علاقة في عملنا هنا نعمل get list of customers أوكي get list of customers هنا نمليها fill أوكي وهذا بالنسبة لل-auto auto complete يعني الإكمال التلقائي هذا الجزء هو خاص في الإكمال التلقائي وهذا واضح أنه هو clear clear على اللي هو الجزء العلم أوكي واضح الآن بالنسبة إلى auto complete هذه فقرة جدا مهمة لازم أنه أنت تفعلها للمستخدم حتى يستطيع أنه يبحث ويعمل suggest بشكل مباشر على العملاء اللي انتج لابتهم وعرضتهم داخل هذه ال-combo boost موسيقى